سلام عليكم لو دي أول مرة تشرفوني فيها فعايزكم تعرفوا أن العلم اللي بنتكلم فيه هنا هيخليكم ناس أقوية محدش يقدر يدوس لهم على طرف وفي جميع الأحوال فكرة البرنامج هي أننا بنعمل ملخصات للكتب الأكثر مبيعاً محلان وعالمياً فكل حاجة بقولها بكون بنقلها على لسان الكاتب أنا ما باجبش حاجة من عندي عموماً اتفرجوا على الحلقة وبعد كده روحوا شوفوا الحلقات القديمة لو حبينا تواصل مع بعض بعضوا لي على إنستجرام وقلوا لي إيه رأيكم في المحتوى مستميكم أهلاً بكم في حلقة جديدة من برنامج الحدودة اللي نعرفه أحسن من اللي ما نعرفوش لما بيبقى فيه تغيير في حياتنا أياً كان إيه هو نوع التغيير ده بنحس إننا خايفين وعلشان كده بنصد التغيير ده تلقائياً وده لإننا بنحس إن التغيير بيهدد الأمان اللي إحنا اتعودنا عليه شغلنا جديدة مع ناس جديدة في مكان جديد سفرية جات فجأة أو الخروج من علاقة رومانسية مع شخص كنا متعلقين به أو يا سيدي حتى إنك تحلق ده إنك زي ما أنا ما عملت كده لحد ما بيبقى شكلك زي اللي بيبهت التغيير صعب بس أحب فجئكو المثل بتاع اللي نعرفه أحسن من اللي ما نعرفوش ده قد يكون أكبر أجذوبة في التاريخ والحقيقة هي إننا لو مشينا على المثل ده هنروح في ستين دهيا لإننا لو فضلنا نعمل اللي نعرفو ورفضنا نعمل اللي ما نعرفوش هنبقى بنحبس نفسنا في أفص يعني بنقيد حرياتنا بنفسنا فعمرنا ما هنكبر وعمرنا ما هنتطور البني أدم بطبعه بيخاف من المجهول بيخاف يجرب وبيخاف يعمل حاجة جديدة وبيخاف إنه يخرج عن المألوف لإنه بيوهم نفسه إن اللي هو فيه دلوقتي ده هو الأمان وإنه لو جدد هيبقى بيجازف وبيعرض نفسه للخطر اللي بيهدد الأمان اللي هو أتعود عليه وتأقلم معه فخلوني أقلف لكم مثل جديد الخوف من التغيير خسرنا كتير وبغض النظر عن السرسجة هو ده الموضوع اللي هنتكلم فيه النهاردة بصراحة حبيت أكثر الموت شوية وبما إننا بنتكلم عن التغيير فقررت إن أحلى أدأني وغير location التصوير فخلونا ناخد بريك من كتاب قوانين السلطة الثمانية واربعين علشان نناقش الكتاب ده كتاب مختلف شوية للكاتب دكتور سبانسر جونسون اللي بيوصل لنا رسالته عن طريق رواية أو بمعنى أصح حدوتة في كل مرحلة في الحدوتة دي بنتعلم حكمة جديدة في الحياة عن الخوف من التغيير وعن الخوف من المغامرة أهو فكرة الكتاب ده بقى هو إنك تتعلم إزاي تتأقلم مع التغيير وتحبه كمان مش بالقلبك مش لازم تحبوا التغيير للدرجة بس اللي هو هنتكلم بجد بستأذنكو يا جماعة أنكو تمسحوا من حياتكو المسأل بتاع اللي نعرفه أحسن من اللي ما نعرفوش الأفضل إننا نمشي بمبدأ اللي تخاف منه ما يجيش أحسن منه رغم أن الكتاب ده من الكتب اللي بتقع تحت بند السلف ديفالبنت أو التنمية البشرية إلا أنه في الحقيقة يعني كتاب مسلي جدا ويفطس من الدحك أكتر حاجة بتضحك في الكتاب هو اسمه هو موفد ماي تشيز أو مين اللي حرك الجبنة بتاعتي بس أنا بحب أسميه حاجة تانية خالص مين فيكو يا كلاب اللي كان الجبنة فهو النهاردة لو شح أسيبه أكيد جبنة براميلي يا جماعة والتسعى عيال دولهم اللي كانوا الجبنة أهو أحب أقولكو بقى أن الجبنة البراميلي دي هي محور الحلقة النهاردة أو الله زي ما بقولكو كده لكن قبل ما تحسوا إن الكتاب ده تافه أو إن أنا شخصيا تافه علشان قررت أتكلم فيه لازم أعرفكو إن الكتاب ده تفاهته هي مسته ومجرد معلومة يا جماعة الكتاب ده تباع منه ما يقرب من 30 مليون نسخة في جميع عن حق العالم فأكيد الموضوع عامق بكتير من قلبة الجبنة دي طيب أكيد دلوقتي بقى عايزين تعرفوا إيه هي علاقة التغيير والمغامرة بقلبة الجبنة دي مش كده لا ركزوا معي لأن العلاقة كبيرة جدا كان يا مكان في قديم الزمان كان فيه أربع شخصيات تيهين في متاه اتنين من الأربعة دول فران أيوة فران يعني جمع فارف والتنين التنين بني أدمين أقزان والحاجة الوحيدة اللي احنا كبني أدمين اتفقنا عليها مع الفران هي أن تجابنا حاجة حلوة جدا المهم الفران اسمهم سنف وسكري يعني شمام ومنجز والأقزام اسمهم هم وهو يعني مبتأس ومرن الفار شمام ده جماعة مش مضمن مخدرات متفهموش غلط هو الكاتب سماه كده بس لأنه عنده موهبة في أنه يشم التغيير زي الكاتب برضو ما سما الفار منجز بالاسم ده لأنه بيعرف يتأقلم مع التغيير بسرعة القزم مبتأس بقى كان رافض التغيير رفض قاطع خوفا من أنه وضع يسوق وزميله القزم مرن بيتقبل التغيير ده بمرونة لكن بعد ما يدرس الموقف ويطمن أن التغيير ده هيوديه لمكان أحسن احنا عمتا في الحياة يا جماعة مش كلنا زي بعض فيه مننا اللي شاطر في أنه يشم التغيير فيه مننا اللي بيتأقلم معاه على طول فيه مننا اللي بيدرس الموقف وفيه اللي بيرفض التغيير رفض قاطع من غير أصلا ما يبص للموضوع وممكن برضو يكون فينا من الأربع شخصيات دول نرجع للحدودة المهم يا جماعة أن الأربع شخصيات دول بيدوروا على جبنة في المتاهة وبلغة الكاتب الجبنة دي بطرمز إلى الحاجة اللي الواحد نفسه فيها من الحياة أو الحاجة اللي بتساعده والمتاهة بقى بترمز إلى المكان اللي الواحد بيدور فيه على السعادة دي أو على الجبنة كل يوم الصبح الأربع شخصيات دول كانوا يصحوا من النوم كده ويقفزوا يدربوا لهم تأمين الرياضة ويلبسوا جزم الجاري علشان يشوفوا الجبنة فينا النهاردة في المتاهة الفران كانوا بيفكروا في منطقة البسطة شمام بيشم الجبنة وبعد كده يجري ورا منجز علشان يروح لها أما بقى البني أدمين الأقسام كانوا بيعقدوا الدنيا وبيفكروا في كل تفصيلة overthinking يعني لكن الحمد لله البداية كانت لطيفة لهم كلهم وده لأنهم لقوا الجبنة على الركن اللي عليمين في المتاهة فعاشوا سعادة الدنيا كانت لسه بخير قعدوا شهور وشهور كل يوم نفس الروتين يروحوا لنفس الركن في المتاهة علشان ياكلوا جبنة وبعد كده يروحوا البيت بالليل وهم متطمنين أنهم تاني يوم إن شاء الله هلقوا الجبنة مستنياهم في نفس الركن زي يا جماعة كده الموظف اللي كل يوم يروحوا الشغل ويرجع من هناك عارف أن باب رزق مفتوح وأنه بكرة هيكل عيش الفارين حافظوا على نشاطهم وده لأنهم عاشوا الحياة ببساطة أما الأغزام ابتدوا يرياحوا شوية من كتر ما بتطمنوا فبقوا يناموا براحتهم ويصحوا براحتهم وهم عندهم اعتقاد أن الجبنة هتبقى على طول نستنياهم في نفس المكان يعني كان عندهم اعتقاد أن الدنيا عمرها ما هتتغير ولكن جي اليوم اللي هبا حصلت مصيبة واختفت الجبنة من الركن العليمين اللي كانوا بيروحولوا كل يوم الفران مستغربوش وده لأنهم في الكام يوم اللي فاتوا ابتدوا يلاحظوا أن كمية الجبنة ابتدت تقل فمن غير ما يعقدوا الدنيا الفارين شمام ومونجز ضربوا كده طقم الرياضة بتاعهم ودالوا يجروا في المتاهة تاني الفكرة يا جماعة الحد هنا هي أن الفران لحظوا أن الدنيا كانت بتتغير حواليهم وهكذا غيروا تصرفاتهم لكن الأقزام ضربهم البقس والتوتر لما لقوا أن الدنيا بتتغير حواليهم فاعقدوا الدنيا بدل ما يحلوا المشكلة على طول ويعملوا زي الفران اللي على طول كده جادي وراحوا يدوروا على الجبنة في مكان تاني في المتاهة أحدوا يسبوا ويلعنوا الوضع ويقولوا ليه كده ويلا حصل للدنيا وانا عملت ايه عشان كده يحصل فيه واشتغلت لهم يعني موسيقى حزيني كده في الخلفية تاني يوم على طول الأقزام فضلوا خايفين من التغيير فرجعوا تاني النفس الركن في المتاهة على أمل أنهم يلاقوا الجبنة هناك لكن للأسف الشديد ملاقيوش حاجة وبينما كانوا الأقزام في قمة الإحباط وعملين يشتكوا الفران كانوا خلاص لقوا جابنا تانية وعيشين في العز جابنا رمي مقلاية وشدر سايحة بالزاتون وحاجة يعني آخر دلع الفكرة أن الفران ما خافوش من التغيير فالنتيجة هي أنهم في الآخر لقيوا حاجة يأكلوها يعني يتغيروا مع الحياة اللي تغيرت حواليهم بدل ما يفضلوا متمسكين بالماضي اللي خلاص ما بقاش موجود لكن الأقزام خافوا جدا من التغيير لحد ما اكتشفوا أن الدنيا حواليهم عمالة بيتسبقهم ما فيش جابنة قديمة حتى انت متخالي الكارسة أمان البني أدمين خافوا من المجهول خافوا من التغيير وخافوا من المتاهة والسخرية اللي في الموضوع هي أن بالنسبة للبني أدمين الحاجات اللي هما كانوا متعودين عليها والحاجات اللي كانت بترمز للأمان بالنسبة لهم كانت بتضروهم ومع ذلك فضلوا متمسكين بيها عايزين يأكلوا عايش بس في مكان ما فيهوش فرن زي اللي خايف ينط من مركب بتغرق بالزبط كده كده خسران لكن بيرفض التغيير ما أن التغيير ده هو فرصته الوحيدة للحياة ولكن البني أدمين الأقزام دول تصرفاتهم ما كانتش غريبة بيعملوا زي إحنا كلنا ما بنعمل بالزبط بنخاف نجازف وبنخاف من المجهول بنحب الأمان رغم أنه مش أمان بنتحك على نفسنا ونقول يا سيدي أهو على اللقل استقرار بنقول أن اللي نعرفه أحسن من اللي ما نعرفوش مش كده أقول ليه المهم القزم مبتأس فضل مبتأس لكن صاحبه مرن فكر مع نفسه كده سأل نفسه يا طرن لو مش خايف كنت هتصرف إزاي لاحظ أن الإجابة كانت أنه هو أكيد مش هيقعد مكانه ما بيتحركش فأمضرب حباية الشجاعة كده وتجرأ وأمراح لمبتأس وقال له إحنا لو فضلنا هنا في المكان اللي إحنا متعودين عليه ده هنموت من الجوع الدنيا ما بقاش فيها خير يا صاحبي ده الواحد مش لاقي لقمة جبنة يا كلها أنا مش خايف من المتاهة وده لأن إحنا لو مشينا وهجرنا يبقى في احتمال كبير جدا أننا نلاقي الجبنة في مكان تاني بس لو فضلنا عادين هنا هنبقى بننتحر طول ما إحنا هنا هنفضل خسرنين ما يا صاحبي ولا كل واحد يشق طريقه مرن ابتدى إيش حنتقته بإحساس المغامرة ولاحظ كده أنه كان فيه إصارة في الجو ابتدى يستوعب التغيير ممكن يودي المكان أحسن بكثير وابتدى يندم إنه ما خدش القرار ده بدري عن كده حاول يقنع مبتاقس إنه يجي معاه بس مبتاقس كان جبان جدا ورافض التغيير رفض قاطع كان خايف إن التغيير ده يبقى للأوحش لكن مرن كان عارف إن التغيير هيوديه لمكان أفضل من اللي هو فيه دلوقتي وعلشان كده افترقوا الصحاب وداع يا دنيا وداع فمشي مرن وصاب صاحبه بقتني بكام عشري إن بوكس أبراهيم غامر مرن وأثناء المغامرة لقى أصحابه الفران في الركن اللي فوق على الشمال انضم لهم وقاعد معهم على ترابيزة الصفرة وقاعدوا مع بعض ياكلوا في تيراميكس جابا من اللي هي بتمط دي زال في الإعلام بالزبط طيب إيه هي بقى الدروس اللي إحنا كقراء ممكن نتعلمها من الحدوتة دي عندي خمس نقط النقطة الأولى ما تنساش أبدا إن اللي انت فيه النهاردة ده كان بيمثل الرعب بالنسبالك في يوم من الأيام يعني مثلا فاكر يوم ما كنت بتدور على الشغلان اللي الحمد لله ربنا كرمك بيها والنهاردة بقى بتشتغلها طب فاكر أول انترفيو لك بزمتك ما كنتش خايف وقتها ولابس أحلى بدلة في دولابك وقاعد قدام مديرك وانت في منطقة توطر نفسك تبهيره مش أنت دلوقتي تعودت بعد ما فات سنين طالما تغيرت قبل كده وطأقلمت يبقى تقدر تعملها تاني متوهمش نفسك إن اللي انت فيه النهاردة ده عمره ما كان جديد عليك وكل ما كان التغيير أصعب كل ما كانت الجايزة أعظم النقطة التانية الحياة ما بتفضلش على حالها الدنيا على طول بتتغير لما تلاقي نفسك في موقف أو في مكان ما بقاش بييجي منه خير بصت الدنيا وما تعقدهش اتحرك بدل ما تأذي نفسك واتعطل نفسك واتقدر نفسك مع كل اللحظة بتدع منك كل ما تتحرك أسرع كل ما هيئل حجم المعاناة مثلا ساعات بنبقى ممكن مثلا في علاقة رومانسية ومش بنبقى مرتاحين مع الشخص اللي احنا مرتبطين به مش معنى كده إن احنا وحشين أو إن هم وحشين لكن معنى كده إن شخصياتنا احنا اللي اتنين مش ركبة على بعض مفيش توافق كامي بنبقى عارفين إن الصح هو إننا نفسك العلاقة دي لإنها علاقة سمة للطرفين لكن بنفضل متمسكين بالطرف التاني لإننا بيبقى عندنا أمل إنهما ممكن يتغير أو علشان بنبقى خايفين إننا نكون لوحدنا بعد ما نخسرهم بنبقى عارفين ومتأكدين إن الانفصال هو الحل بنبقى عارفين إننا مش هنلاقي السعادة تاني إلا إذا انفصلنا وبقينا مع حد تاني أو حتى لوحدنا بنخاف من التغيير بنخاف إن الشخص اللي كان جزء من حياتنا اليومية يختفي فجأة معنى إنا بنبقى عايزين نتخلص منه بس مش قادرين نتخلى عنه بنبقى خايفين إن الموضوع يقل بوحدة لكن بلاش يفوت كل قطر لإن شئت أم أبيت العلاقة دي غالبا هتفشل فتفشل بأقل ضرر أحسن بكتير ما نأجل النهاية المحتومة ونضيع وقتنا بنفسنا لو الدنيا ميتة في الموقع اللي انت فيه في المتاهة ما تستناش إن الوضع يتحسن لإن الميت ما بيصحاش تاني اللي جبنة المعرفين يا جماعة بتترمي ما بتتكلش النقطة التالتة يعني تصرف وكأنك ناجح لحد ما تفرد النجاح ده على نفسك وعلى محيطك وتبقى ناجح بجد زي القزم مرن كده طول ما انت ما بتفكر في اللحظة المستقبلية اللي هتحقق فيها النجاح اللي انت نفسك فيه طول ما هتزيد رغبتك في إنك تعمل المستحيل علشان توصل لنقطة النجاح دي من غير ما تخاف من المجهول لكن طول ما انت ما حابب الأمان لمجرد إنك عارفه ومتعود عليه هتلاقي إن الدنيا بتسبقك والكل بيكبر حواليك وإنت الوحيد اللي بتتعطل وبتموت من الجوع غير قناعتك للأحسن هتلاقي تصرفاتك بتتغير تلقائيا أكيد للأحسن برضه فلو انت بتشتغل شغلانة منتش حبيبها بس مثلا يعني بتقبض مرتب يسترك وعلى حساب ده حلمك بيضيع منك لإنك مش ملاحق تجري وراه يبقى خطار حدد أولوياتك في مقولة حلوة قوي الواحد الحقيقة أنا مش فاكر هو مين المهم يعني هو قال إيه أنا أكرم لإني أموت مغني فاشل وفقير عن إني أموت رجل أعمال ملياردير ولكن تعيس النقطة الرابعة الحياة ما بتتأسش بالمجهود لإنك ممكن تبقى بتعمل مجهود وبتجهد نفسك وبتحرق في نفسك على حاجة في الآخر مش هتفيدك زي الأقزام بالزبط اللي كانوا كل يوم يروحوا للركن اللي على اليمين في المتاهة علشان يدوروا على الجبنة في نفس المكان كانوا بيحرقوا بنزين على الفوضي ليه؟ لإنهم كانوا بيبزلوا المجهود ده في المكان الغلط كانوا رافضين تماما يصدقوا إن الجبنة خلاص اختفت من هناك وإن الدنيا اتغيرت ومع ذلك قاعدوا يفرقوا العقد اللي بيجي لك من مجهودك بيعتمد على أنت بتبزل المجهود ده في إيه؟ فلو أنت بتشتغل في مكان بتبزل في نفس المجهود بس خلاص وصلت المرحلة كده ولقيت نفسك إنك بطلت تكبر يبقى ده معناه إن التلاجة اللي إنت هتفتحها الجبنة خلاص خلصت بح روح دور على لقمتك في مكان تاني بقى بس أعمل زي منجز وينجز علشان ما تضيعش وقتك على الفوضي والحق أوصل للجبنة الجديدة قبل ما تتعفن وتترمي أو قبل ما حد غيرك ما أكلها النقطة الخامسة الخوف سلاح زوح الدين ممكن تخاف على مستقبلك فالنتيجة لده تعمل الحاجة اللي تخليك تلحق نفسك لكن نفس الخوف ده ممكن يخوفك من التغيير وده لدرجة إنك هتلاقي نفسك من كترة ما انت خايف من التغيير متمسك بأمل زائف هيدرك ومش هينفعك بأي شكل من الأشكال فخلي خوفك ده سلاح فعلا بس السلاح بتحارب بيه مش سلاح بتعور بيه نفسك عايزكوا تنقشوني تحت يا جماعة في الكومنتات بعد إذنكم أنتو مين في الهربع شخصيات اللي احنا تكلمنا عنهم النهاردة هل أنتو بتشموا التغيير من على بعد أميال ولا عندوك اعتقاد إن الدنيا هتفضل لايمان على حالها هل أنتو زي مونجز يعني بتتأقلموا مع التغيير على طول ولا بتخافوا زي مرن ومش بتتقبلوا التغيير ده غير بعد ما تدرسوا الموقف قوي ولا هل أنتو مثلا زي الأخ مبتأس بترفضوا التغيير رفض قاطع قولوا لأنتو عموما التغيير هنا ممكن يبقى مقصود بيه التغيير في الحياة الوظيفية أو تغيير في العلاقة اللي بينك وبين الشخص اللي انت بتحبه أو بتشتغل في شركة كانت في يوم من الأيام شغالة كويس جدا بس نظرا للظروف اللي بتحصل في العالم اتأثرت ولذا أنتو مستقبلكوا تعطل معاها الأمثلة كتير ياريت كمان تكتبولي تحت في الكومنتات الجبنة دي بترمز إيه بالنسبالك لأنها أكيد مش جبنة براميلي بجد وإيه هو نوع التغيير اللي انتو تعرضتوله وإيه هو التغيير اللي انتو عايزين تروحوله بس خايفين تاخدوا الخطوة يلا نشجع بعض وبكده خلصت الحلقة النهاردة أشوفكم إن شاء الله يوم الجمعة اللي جاي توتا توتا خلصة الحدود حمد فارس سلام عليكم اشتركوا في القناة